السلام عليكم مشاهدين ومرحبا بكم معنا في هذا الدرس الذي سوف نتكلم عليه حوله كيف نستطيع الدخول الى اعدادات القناة التي لدينا من خلال متصفح جوجل كروم من خلال كذلك تفعيل خاصية سطح المكتب حتى يمكننا الدخول لرؤية جميع محتوى سواء كانت احصائيات اعدادات مخالفات القناة جميع محتوى القناة التي لديك عن طريق جوجل كروم مثلما انك تدخل الى ستوديو يوتيوب منشئين محتوى عن طريق اللابتوب الذي لديك طريقة بسيطة وذكية ان شاء الله في متناول الجميع فما عليكم فقط بمتابعة الفيديو عفوا جيدا حتى يمكنكم فهم وكيف تستعملون هذه الطريقة البسيطة جدا سوف نذهب الى متصفح نعم متصفح جوجل كروم لدينا يوتيوب الآن عن طريق يعني يدخل على متصفح عن طريق الهاتف يعني بتطبيق اليوتيوب ونرى وجهات المتصفح جوجل كروم يعني نراها وجهات الخاصة بالهاتف لكن انا اريدها ان تصبح على شكل سطح مكتب وكأننا نتصفح جوجل كروم على جهاز الحاسوب سوف نضغط على اختيار الثلاث نقاط موجودة في الاعلى على اليمين واختار ديسكتوب سايت سوف يذهبنا الى اختيار اليوتيوب نعم لو انك تضغط على اليوتيوب سوف يذهبك مباشرة الى تطبيق اليوتيوب الذي هو مثبت عندك على جهاز نعم على هاتفك اندرويد لكن انا اريد ان ادخل الى ستوديو يوتيوب يمكننا رؤية كما قلت لكم في بداية الفيديو رؤية كل شيء حول القناة سوف اضغط هنا على ستوديو يوتيوب اكتب ستوديو يوتيوب نعم لو اني اضغط على ستوديو يوتيوب سوف يذهبون كذلك الى ستوديو اليوتيوب التطبيق المثبت على جهازي او على هاتفي الاندرويد يعني لم نفعل ولا شيء الطريقة التي اردت ان اوضحها لكم وهي كيف عندما اكتب ستوديو يوتيوب في محرك البحث الخاص بجوغل كروم متصف في جوغل كروم لا اضغط على ستوديو يوتيوب سوف اختار تسجيل الدخول التي هي موجودة هنا اضغط عليها فقط وسوف نرى مشاهدين انه اعطانا الشيء الذي نبحث عليه حتى يمكننا رؤية كل ما نريد رؤيته على قناتنا راحظوا اننا ذهبنا وكأننا نتصفح على حاسوبنا كما رأيتم مشاهدون طريقة بسيطة جدا لا تضغط على يوتيوب ستوديو وتضغط على تسجيل الدخول وسوف يذهبكم مباشرة الى اعداد القناة الخاصة بستوديو اليوتيوب يعني طريقة بسيطة جدا لا تتطلب منكم دقيقة واحدة فقط الان يمكنكم الذهب محتواكم اعدادات مشتركين احصائيات الجمهور كل شيء متعلق من قناة ارباح وغيرها مشاهدين اعزاء اتمنى هذا الدرس قد افادكم وقد استمتعتم معنا ونرجو منكم ان تدعمونا بلايك وباشتراك القناة وتفعيل زر الجرس تستفيدون ونستفيد ويستفيدون الجميع ان شاء الله اي نقطة اي استفسار اتركوه في خارج التعليقات وسوف نتطلق لان نجيب على جميع الاسئلة ان شاء الله اي درس تريدون ان نقدمه لكم فاتركوه لنا كذلك في خارج التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته